موسيقى نوفمبر جل جلالك فينا ألست الذي بث فينا اليقينة أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الأعزاء في عدد خاص من الفاتح نوفمبر لإحياء الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية ثورة لا طالما تم التركيز في الحديث عنها عن الكفاح المسلح الذي دام لسبع سنوات مخلفاً خلفه مليون ونصف مليون شهيد في عددنا هذا رح نتعرف على الوجه الثاني للثورة ألا وهو الوجه الفني والثقافي وعددنا هذا لا يكمل إلا بحضور ضيوف مميزين ضيفنا الأول يعد من كبار مطربي العصر الذهبي لتفتخر به الجزائر رحبوا معايا بالفنان والملحن والكاتب نور الدين بن غالي أهلاً وسهلاً بك أستاذ أهلاً وسهلاً وسهلاً خير وسهلاً نور ضيفنا الثاني قامة تاريخية لطالما عرفنا بسيرة أجدادنا رحبوا معايا بشيخ المحروصة أهلاً وسهلاً بك أستاذ بنو بك قبل كل شيء يقول لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والله وليه الصالحين شكراً لحسن الإستدلافة في هذا اليوم المبارك يعني مخلط للذكرى سباً 68 لإندلاع طور التحرير المجيدة في إطار كل هذا يدخل ضمن كذلك لإطار احتفاليات بالستينات اللي هي من 5 جوليا 2022 إلى غاية 5 جوليا 2023 يعني حفلتين مستدفجتين ذكرى 68 وذكرى 60 اللي هي لاسترجاع السيادة الوطنية وذكرى 68 لإندلاع طور التحرير المجيدة والمباركة شكراً لك أستاذ ومرحبا بك معنا مشاهدين الأعزاء ما كشفنا لما يعرفش النشيد الوطني لألف مفدي زكارية وقام بتلحين الموسيقار المصري محمد فوزي ولكن ما هي مراحل تلحين النشيد الوطني الجزائري عودنا أرجعنا لكم مشاهدين الأعزاء كنا نشوف نشيد الوطني الذي كتب بدماء ذاكيات طاهرة واشتقدوا تقولون عن نشيد الوطني على كل حال نقدر أقول لك حدة أننا نشيد الوطني عرف عدة مراحل في التلحين تعو بعد ما تألف عرفها قبل كل شيء لازم نعرفه ما هو المؤلف المؤلف تعوه هو مفدي زكارية كلكم تعرفوها شاعر طورة مشهورة على كل حال اللي هو موليد مدينة بنيميز كان 12 جوان 1908 والتحق بالطورة يعني بسنة أو ببعد أشهر في عام 55 كان عمره يعني كما يقولون 47 سنة في سنة 56 تم توقفه توقفه ويعني اعتقاله إلى سجن برباروس أو سركاجي حاليا يا كلمة تركية اللي تعني دار الخلف هذا الرجل لما كان في 56 كان في عمره 48 سنة كان طلب منه من عبان رمضان أنا داك والقادة جبهة تحرير الوطني إنه يكتب نشيد الوطني وكان دخلت في الأيام الأولى تاع شهر أفريد 56 إلى سجن برباروس في الأيام الأولى فكر أنه يقول أنه فكر لأنه ابن الاستقلال قبل كتب هذا القصيدة بالسجن وبعد ما خرج أنه عرضها على محمد توري أول وكيف تم عرضها لأنه يقول كان تسجيلها كان مفروض تلحينها تكون في مقر البيعة التعليمية بالجزائر هنا سجل خمس خمس أسطوانات تم تنقل إلى تونس وشاف محمد تريكي باش يلحنها له باش لحقت مرحلة 57 إلى محمد فوزي كيفاش كم اتصالات كل هذا رح نشوفه خلال يعني الحصة وخلال مرور الحصة مع الأستاذ نجد نعطينا في الجن معلومات أكتر وأكتر نشوفه كيفاش محمد مفدي زكريا كيفاش حتى الحق إلى مصر وكيفاش الحق من هو الاتصال الذي كان مع محمد فوزي وكيفاش تم تلحينها على عدة مراحل إلى غاية اعتمادها سنة بعد استرجاع سيادة الوطنية واستقل الجزائر عام 1963 وتم عرفنا لأننا كنا نسمع حتى تلحينها تعرفت عدة مرات إلى اليومنا هذا لتلحينها الرسمي من طرف فرقة الحرس الجمهوري للمؤسسة الجيش الوطني الشعبين وحيوهم هذا المنبر الذي لما تسمع النشيد الوطني إلا وتوقف في الاستعداد إلا أنه هو القلب هو الجذور هو الأجداد هو الروح النشيد ما كاش الجزائري يسمعوا حمتا وميتشوك ولا ما يبكيش واذا يحفز نحن نشوفه حتى الدور نعم هنطرقوا له أستاذنا يعني أنت كملحن وككاتب في رأيك لماذا اختير مفدي زكريا بالذات من بين الشعراء اللي كانوا بارزين في هذه الفترة لا هو كان كثير شعراء صح ولكن مفدي زكريا أولا هو اسمه الحقيقي مفدي زكري الشيخ وتسمى بمفدي زكريا لأنه كان في 49 كان كاتب بتعني نجم الشمال الفريقية وكان نجل الأمي العام هذا الوقت كان هو دخل في النظام وكان في جمعية العلامة قبل يعني كان هو دخل في النظام صغير في الحقيقة وكان من الناس الوطنيين الفد يعني مشيقل وكان هو من الناس اللي قرأه ورح صغير قرأ في جماعة زيتونة وهو تعلم اللغة العربية كان أكثر كان متضلع في اللغة العربية وبالتالي هو كان شعر موهوب وكان كثير شعارة وحد أخر تانيك محمد العين خليفة لا لا وكانت لك شاعر أخر لدى الوردة الجزائرية من بعيد هذه كتانيك صلح خرفي روه وتانيك من غردايا يعني كشاعر متظلع يعني هذا الناس عاشوا الثورة وعاشوا الويل وعاشوا المقال يعني المقاسي الكبيرة ولهذا كان يكتب الدماء هو لما يكتب قاسما بالنزل الماحقات والدماء زكيات الطاهرات يعني هذا هو كان يعبر على الناس اللي كانت تعيش فالمرحلة هديك وعلى الثورة هو كان قبل الثورة كان يحضر وعنده كثير أغاني وطنية يعني قاسم أنه اخترت قاسم أنه اخترت يعني من طرف نقدر نقول لك في وقت مؤتمر الشمام اخترت هذا الأغنية هذا النشيد الوطني وبالتالي هو لما اكتب هو مش ملحن لما اكتب الأغنية هو أول كان لأنه كان محمد توري رحمه الله كان مناضل كبير وكان يسكن في وهران أنا هداك يعني في الخمسينات كان في وهران محمد توري هو ولد البلدة ومعروف ومات في البلدة هل يتنقل وهران محمد توري؟ لا هو تنقل النظام رسله النظام رسله كما كان لأنه كان لديدو شيرون هذا العاصمة إلى قسنطينة كانوا يتنقلوا كانوا يتنقلوا سيداني بوجمع منقال موجة العاصمة وغيري أسكن في البلدة ما هو شيراني هو هو على حسب المهمة التي تركليه لا لأن لماذا لو كان يقوله محمد توري لو كان يخدم في النظام في البلدة يتكشف يبعتوه الوهران ويتزوج في وهران وهنا من الناس اللي تلقيت بنته اللي زايدة في 57 تلقيتها أنا أمي تلقيتها في البلدة خطر عملنا وحد البرنامج ويجات قدموها لي وتكلمت معها وتكلمت على بابها وأمها لحد الآن مزالت باقية حية وبالتالي كما قال لك الأستاذ السويداني بوجمعها أسكن في البلدة كذلك كان قايد للنحية الرابعة على ذلك الوقت وتزوج في البلدة من عين مليلة يعني ومش إلى وهران كان قايد للنحية أوهران نحية الخامسة وكل كانوا الطورة كانت استراتيجية لأنك تبعتك من مدن إلى مدن باش تتغلط أوراق الاستعمار والفنانين اللي كانوا أنا ذاك اللي كان كان علي معاشي مرحوم علي المعاشي دوقات كانوا يشتغلوا في التلفزيون علي المعاشي كان تقني في التلفزيون ذاك الوقت وكان صغير كذلك ودخل في الطورة هو كين وحد أخر اللي تكلموش عليه كثير هو رحب الطهر هو ثاني كان فنان وكان مطلب صحراوي ثاني كان داخل في الطورة في الطورة هذاك الوقت لأنه كان الإنسان يخاف من يكتشاف ويكشفوه لماذا يروح يخدم بعيد باش ما يكشفوهش وتوفى هو نهار اللي حكموه في 58 59 يعني يقول توفى كان بالتعذيب وزاد كان تذكر المطر وخلوه في واحد المنطقة يسمى فابريكة الصابون صحاب البلدية عرفوها شكونا هذه فابريكة الصابون هو يعني مركز التعذيب التعالجيش تعفران تعفرانسا يعني ذاك الوقت وعذبوه يعني وهذه يوم تشاهد على كل حال يعني حاجة كبيرة إنساني متشاهد ونرحموا عليه في هذه الساعة وهو من الناس اللي من بعد تنقل بعد هذيك مفدي زكريا إلى القاهرة المصر واتلقى هو كان محبوب عند الفنانين محمد يعني مفدي زكريا كان معروف جمال عبد الناصر كان معروف في ذاك الوقت وبالتالي النشيد الوطني خساما أعطاه المحمد فوزي قبل ما يعطيه المحمد الفوزي هو النشيد الوطني يتنقل من الجزائر إلى تونس إلى تونس أعطاه المحمد تريكي اللي داروا التوري ولكن يشبه الأول لكن اللي داروا محمد داروا محمد فوزي خضى النغمة اللي كان دارها تقريبا التوري وركب عليه ولما جات الاستقلال جاء المجاهد الفنان هارون الراشيد هو اللي زاد له يعني نغمة الطوبور ضعف له هذه مشي طوبور ضعف له ذاك اللي يسموهم ديرولما رطاك رطاك طرام طرام يعني هاي باش يبدأ لا باش مت وهذا تاريخ تأد الناس كل واحد واش ضاف وكل واحد واش عمل للتاريخ هذا كل واحد كانت عنده بصمة في النشيد في النشيد الوطن فلو ربما حتى في تونس فلو ربما محمد تريكي يعني كانت الظروف لنا نعرفه بتونس كانت تحت سيطار الاستعمار الفرنسي احتلال مثلها مثل غرب الجزائر على كل حال أنه نقل باحتفاظا على كل هذا هذه القصيدة هو التاليب أخذها إلى مصر لأن مصر كانت قبلة يعني كانوا حتى مسؤولين كبار تحرير الوطني نتعرفي حتى الكريا اللجنة الوطنية اللجنة التورية الوحدة والعام تم تأسسها بالقاهرة يعني كل زعماء كانوا بالقاهرة ولهذا تنقلته كان أقرب سهل لأنه كانت الوسائل أقرب لأن تونس كانت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي وهذا أما فيما يخص محمد التوري على ما أظن أنه اقترح علينا أنه كان رافيقه أو زميله في النضال في السجن كنت عارفه في السجن وكان يعرفه يعني كممثل وملحن وكمرع الكشافة ويعنده الكشافة الإسلامية كي كان في البليد وكل شيء عنده كل هذا يعني هذا الكفاء لي تخلي كان النظام كان اقترح عليه ولهذا كل هذه عرفت كل هذه المراحل بالصح بس تعرفين نشيد الوطني شيء مهم أنه تكتب في 25 أبيل 1956 يعني سنة ونصف بعدين ديلاع تورا كتديري حساب تاك كتديري الحساب تاك خمسة شهور قبل مؤتمر سومان اللي هو مهم وكتديري حساب تتحرك بمسما الهجومات شمال قسنطيني كانت عشرين أوت 55 جاءت من شهور بعدها كل هذه المرحلة مرحلة حساسة ومشا في أصعب مرحلة سنة 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 وحميدي وحميدي كل هذا ميتين ونو سنة حصار اللي كان على مدينة الجزائر اللي كانت السنة اللي سقط فيها أكبر عدد الشهداء كل هذا كان في مصر في 57 تمتل حينها في نفس الوقت نحن نعرف سنة 56 نعرف توقيف طائرة اللي كانوا فيها الخمسة صفال الشراف ومحمد خيدر وكل في أكتوب 22 وكل اللي هذو كانوا مروا على مصر حتى محمد البشير الإبراهيمي كان في مصر سوريا كانت قاعدة نخبة من جبهة كانوا مفكرين اللي كانوا في مصر ولهذا فكر هو كانوا عنده علاقات كبيرة كما قال لك الأستاذ معه حتى مصر ضربوها في الوقت هذا في 56 ضربوها لجل الحلف الأطلسي لأن كانت سابة في دلاع الطور هي ساهمت في الطور الزائري ولك الوقت ضربوها لأن ضربوها المهم في مصر لماذا ضربوها الحلف الأطلسي ضربوها لأن شارك نصر كان ذلك الوقت جمال عبد النصر وهذه ثورة كان لها صدق كبير والطورة الجزائرية كان لها صدق كبير المؤتمر البندونغ اللي شارك فيها 55 اللي شارك فيها محمد يزيد عبد رمضان فرحات عباس يعني يشوف هذا الثورة كانوا رجال ضحوا بالنفس أصدقاء طورة الأطلسي نسان دو طورة صح أستاذ أن نشيد الوطني كانت عنده ميزة لأنه ولد في فترة صعبة فترة استثنائية حتى تفكير التأليف تحرف للراجل خارق للعادة الكلمة بدأك الختام كيف وجه الرسالة للشباب عنده هذا الفكر أنه فيه استقلال كيف شهداء ضحايا كأن تففين النشيد الوطني ولهذا تحليل تحليل أكبر عميق حتى في الكلمات يعني يكرر ويسمع وكان يخاطب في فرنسا مباشرة حتى جملة فيه يا فرنسا قد مضا وقت القتاب وطوين أو كما يقوم كتاب يا فرنسا استعيد وخودي من الجوب يعني هو كان يخاطب مباشرة في فرنسا في هذا النشيد حتى الكلمات يسرر ويقولها ويرددها نفس الكلمات وهو كانت رسالة للشعوب المقهرة والشعوب لأنه لما تحت سقطت الجزائر سقطت الشعوب في الاحتلال الفرنسي الدمار الغشم لما حررت الجزائر وسترجع سيادة بفضل الجزائر 14 دولة خضعت الاستقلال كن في كل بيت إلا وتم كلمة لتردد وهذه كان يقصد بها للشعب الجزائري العظيم وإلى الدول يقول فاشهدوا 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 كانت رسالة للدول العالم أنهم يشهدوا ماذا يوقع في جبال جزائر وفي المدن الكبرى من خلال هذا الاستعمار الدمار لأنه لأنه شباب لقض هذا الطورة هم خرجين الزوايا الجمعية العلماء المسلمين وكلهم كانوا في حزب الشعب وحزب الشمال إفريغي حتى لافتتاح نادي سانوبر في السبعينات نادي سانوبر للمؤتمرات وإن مفدي زكريا مع كل إطارات اللي كانوا حاضن حيو الشباب أغنية اللي كانت لحزب الشعب وشمال إفريغي كل هذا يرمز إلى هذا الرجل نضال تعوف المسيرة اللي مر عليها ولهذا هذا الرجل عنده كل هاد المكونات كل هاد الكفاءات باش قدر يكتب لأن القصيدة خارقة للعادة كي تقرها طاربي الرجل عنده في الجنب اللغوي في كل متمكن وهذا هو دير زيتون ما زيتون طريقة الكتابة طريقة زيتون كانت تعوض جماعة الأزهر في القاهرة أو كان زيتون في تونس كانوا يخرجوا مننا كثير أو كثير عنا علماء من الجزائر اللي كان هنا ويأكيد والدكتور حتى نشوف جماعة اللي حتى هم الدكتور الفخرية اللي مدوش طوالوا منه في الجزائر الباشير الإبراهيمي مثلا يعني كان تير لتخرجوا من الجامعة الزيتون جامعة الزيتون كان قبلة لا هو كان نفس الشيء كما جامعة الأزهر كانت كانت نفس القوة العلماء اللي كانوا فيه جماعة العلماء المسلمين تقريبا كلهم خارجين من محمد العربي بمهيدي وغيرهم من زعماء وأبطال الطورة اللي هم رموز وكانوا جاء شباب يعني اللي بدو الطورة وندو الطورة كلهم كانوا شباب يعني الكبير فيهم 35 سنة وكانت يعني ثورة ناظب شباب يعني كانوا مثقفين يعني رغم الاستعمار وحرمانهم من الدراسة وحرمانهم ولكن رغم هذا وكتبوا يعني لك الوقت دستور اللي كتبته لك الوقت الثورة على حارو فيه ناظب يعني المثاق اللي كتبته ذاك الوقت الثورة حارو فيه ذاك الوقت كيفاش يعني الشباب قدروا يكتبوا هذا المثاق هذا اللي وصل باللغة هادي وبالتاريخ هذا حتى ميتاق 20 و 56 مؤتمر السومان كتقرأ الميتاق يعني معنو يقول نحن وكان حتى عبار رمضان وكل جبهة تحرير المسؤولين كانوا يشرفوا كانوا يمنعوا جو أنا كلمة يقولوا نحن لما كانت كل رسائل يقولوا نحن حتى في قصمان يهدر بالجماعة كيفاش كيفاش يتوجب بالجماعة ما تحسيش انه انسان نراه هو اللي يكتبها هنا يرمز الى الجبهة وقوة الجبهة التحرير والسراتيجية اللي كانت كان والمفهوم والحب حب الوطن والهاوية والقيم وغيرها كانت تضحية نفسه نفيش يعني نسطحات ما فيش كلام لان وصلت الشعب الجزائر وصل الى النهاية الطورة وإخلاص لان نخلص ما بقى كنت طلبت أستاذ يعني كنت قررنا بعد أبيات منهم ويعني نحللوا بعد الأبيات منهم لان حتى شوف حتى الصدفة أن السنتين بعد ذلك مات في نفس السنة في نفس الشهر اللي هو من ربيع يعني 25 أبريل هو ربيع يعني شهر ربيع لـ 21 مارس حتى محمد توري مات 30 أبريل في 1959 خمس أيام سنتين بعد تأليف هذا برك الاعتماد التحر والتلحين التحر مشاعل لغاية لا توسقين يعني بعد استرجاع سيادة الوطن الاستغر خاصة بعد رفع الرأية في الأمم المتحدة اللي كانت في 8 أكتوبر عام 1962 بحضور أول رئيس الجمهورية سيديح أحمد بن بلا بالأمم المتحدة أنه في سبعة وخمسين لقلت لك لما رح إلى مصر في سبعة وخمسين تهزت كل دبلوماسيات العالم بخطاب جون كينيدي اللي كان يوم تنين تنين جويلية أفتعمية وسبعة وخمسين بعد اتصالات مع جبهة التحريل شاندرلي في نيويورك وكلش طلب من الكاتب وخان هز كل البيت الأبيض وصراح السراع انفصال ما بين أمريكا وفرنسا وهو من أوائل أصدقاء التورا بعد مؤتمر باندانج في أفريل 1955 بما يسمى الدول أفرو أسيوية لأن أصدقاء التورا بكتره لأن في المفاوضات والجبهة استراتيجية بما فيها وزارة الاتصال واتسليح ديبلوماسيات قاوية ولا عندها أصدقاء في إيطاليا في ألمانيا في عدة بولدان ولحقت حتى السيناتور لم يكن رئيس الجمهورية لنباك سباح 35 رقم 35 رئيس الجمهورية الأمريكية المتحدة الأمريكية بخطابه تجرع بشجاعة في 2 جوليا 1957 هز كل خلط كل أوراق الاستعمار الفرنسي لغم أنه كان في الحلف الأطلسي يعني كان عود في حلف وهنا صبع انفصال ديبلوماسي بين أمريكا وفرنسا ولكن قبل قسما أستاذنا كان كين نشيد محتمت في الجزائر نشيد كين خاصة ذلك الوقت الجزائرين كانوا يكتبوا أنشيدات الأغنية نسموها الأنشيد الوطنية كانت في السر هم اللي داروا كتير الأنشيد اللي داروا كين مصريين داروا داروا كتير أنشيد كما 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 محمد قندي كما كريم محمود داروا كتير الأنشيد اللي كانت تبث منين كانت تبث من لوندرا في سوط الجزائر ذلك الوقت كانت هنا ذات الوقت وكانت الإدعاء الإدعاء السرية اللي كانت في تونس بقيادة لك عيسام سعودي كانوا يبث للأنشيد هذه الوطنية منهم من الأنشيد الوطنية اللي داروا محمد قنديل يعني دار خلي ثورة خلال بوشي حفزوا يعطوا لها نفس آخر طورة بعد تأسيس هذا الإدعاء السرية كانت 16 ديسام 1956 أعطت نفس آخر إدعاء السرية اللي كانت تنبعك أسبحوا توزارة الاتصال والتسليح العام اللي هي المالك الإعلام لأن قالوا رحمه الله بومجن قالوا يعني الإدعاء السرية اللي كانت في تونس بقيادة ذاك الوقت إسهام سعودي قالوا هي 53 بالمئة فالطورة صح لأن كانت نصف لأن الإعلام هو الصح وكانت إدعاءة إحمد ساعت أو غير كما توفى إدعاءة لوندرا كان لك بث الأغاني الوطنية لأن لوندرا كانت حرة ذاك الوقت يعني يعني كانت تتبث الأغاني الوطنية وتكلم مع الجزائر كل الجزائر كانوا الإدعاء كانوا يتكلم بفل لغاما كذا هي كانت تقول المجهدين والثوار هذا ذاك الوقت إحمد سعيد هذا هو المنشط وجعل هنا كرمه في وعد رئيس شادلي جعل هنا وكرمه وكذلك إدعاء السرية كانت تحت إشراف أيسا مشعودي هو المنشط هو أيسا منوهر وكان عنده ثقافة أولية وكان عنده صوت حتى محمد فوزي تم تكريم العائلة ومؤخر إلى الجزائر وسموه عليه هنا المقار المجاهدين ودوان الحقوق نعم نعم نقدر لأن الأنشيد الثورية والأنشيد الوطنية عندها رمزية خاصة لدى الجزائريين نعم شوفي الجزائريين الجزء ملاني أنا مشيت إلى أبعد من ذلك إلى مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبدالقاض بن محيد الدين كان تبقى قصيدة تغنى في الصفوف في الجهاد مشيت إلى غاية 1833 تصوري قبل اندلاع طور التحرير للمجيدة بقرن اكتر كل هذه حتى نمشي إلى المنفي اللي كتبت في الكودية في 1873 للشيخ الحداد لما حكموا عليها كيف يلمن في كيف كانوا يدو كل مبعث غنات في جبال الشقران في الحرب العالمية الأولى اللي شباب كانوا يحبوا يجندوهم بعد إصدار القوانين بتاع الخدمة العسكرية الفرنسية تجبر الشباب لأنهم طلعوا جبال الشقران وغنوا يلمن في كل هذه الأغاني حفزت إلى غاية الأغاني غنات الانتفاضات في الحركة الوطنية في الحركة الوطنية تشوفوا في الأحزاب الشمال الإفريقي البيبي الامتي الدي في الوسك كلها كان عندها دورة كبيرة في الثورة النشيدة الثورية كان عندها دورة كبيرة تحفز زي النشودة وشن هي الدورة تحفز الشعب تفطن الشعب هي توعي الشعب هي النشيد الوطني هو يعني جزء من زمان حتى في عهد الاستقلال كان لما ذاك الوقت نعرفه كان الرئيس لما يدير الخطاب رئيس الجزائري يدير الخطاب كان ذاك الوقت الخطاب يترجم في أغنيها ذاك الوقت كان الحاجر بحضرية تتلاحم السياسة مع النشيد الوطني والنشيد الوطني هو نوع من تراث الشعب هذا لما يسمع حاجة تحفزه إلا كان ما عنده علاقة بالثورة ينخل في الثورة وإلى كان هذه هي النشدة قبل الثورة وليوم من هذا سمحيني قادعك باش من ترحش الفكرة بركة حتى نروح في الفوكا في المسرح نروح والبير الأخضر والراشيد من خلال أغنية فوكا كانت كانت رسالات ميزاج يغني فيها شطح شطح يجيب باك كانت معنا الاستعمار الجيو باش يواعي الشعب انه ينخرط في الجمعيات جمعيات رياضية التقافية باش ما يقود باش يواجه الاستعمار حتى الفرق رياضية الاساس انها تكون رياضية في المان باش تكون رسالة من خلال مبارد قادم يقدر ينافس ويدافع باش يقال الجزائري تغلب على فرنسي واستعمار من خلال موسيقاتهم لان بعد ما مر الامير خالد ابن الحفيد امير عبدالقادر في بوسعادة والجزائر وكان عسكري في 1897 كان بالجزائر العاصمة دار الصحافة كانت رجيمة تالي الصواة طائز فقالوا فقالوا دخلوا في السريات مع اعيان الجزائر وشخصيات بعتوه التيتري والمدية بعد اصدار قانون فرنسي انه بعد 1900 كل الناس عندها القانون باش تدير جمعيات هنا هو ابو النهضة وعا كل شعب الجزائري انه ينخرط مهما تكون الجمعيات تنخرط تقافية سياسية رياضية لين باش يظهر ان الجزائري موجود في ارض بلاده ومن خلال كان على بول يتطور الامور ويجي نهار وانه تكون يعني استقلال والحرية باش ما يخلوش هذاك الفراق حتى العربي بالمهيد الكلمة الشهيرة تعليق لا عرمو الثورة للشعب يحتطنا الشعب وهذه هي الثورة بلا شعب ليست الثورة الثورة هي أسس الشعب ولهذا وجبهة التحرير هما شعب ولهذا الناس مؤسسين وضحاوا بالنفس النفيس لهذا هذا الأسف والحمد لله نحمد الله على هذا من هذا المنطلق مشاهدين رح نتعرف على الفرقة الفنية لأستها جبهة التحرير الوطني شيخنا لماذا في تلك الفترة بالذات تأست الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني على كل كانت استراتيجية من جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني تأست عدة فرقات جبهة الفرقة الفنية على كل حال اللي كان يشرف عليها مصطفى كاتب فرقة الكورت القادم في أبريل 58 وفي نفس السنة تم تأسيس الحكومة المؤقتة في سرطم 58 يعني الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كل هذا جد في نفس المرحلة في نفس السنة تقريبا في مرحلة واحدة جزائري العام 58 كل هذا استراتيجي كما قلت الثورة تحركت على مستوى الوطن لأنها فرنسا تمر بإزمة سياسية بمسمة إزمة 58 بعد زيارة شارل دوغول جزائر وإخفاق سياقات وسقوط النظام السعمار الفرنسي أدى إلى انتخابات أخرى وصبح رأسها في 19 جنوبي 1959 شارل دوغول بستراتيجية أخرى لجاء بفكرة أنه يخلط أوراق الجزائرية وطورة الجزائرية مرغة يعني مفخخة وما نجعش كل هذه الفترة 58 كانت فترة مهمة مهدمة جدا هنا خطط الجبهة كانت مهمة للشعب الجزائري والجبهة الجبهة خمت أنها تبدأت أسس في كل واجهات الفرقة الفنية اللي لعبت دور في تولس وخلال الماء وحتى فرقة كورت القادم اللي كانت البلدان المشرق العربي والشرق الازيبي ما يسمى آسيا وتلعب كورت كل اللي تعريفا حتى في الألعاب جبهة التحرير فتحة باب جديد كان في أحد الألعاب قليل يعرفها التاريخ ألعاب تحت طلبه نعم تحت 57 وأنه رفع العالم الجزائري في بلد من الاتحاد السوفيتي على كل حال أنا دا كانت يسمى حتى كانت الراية الوطنية في كورات القادم أنها ترفع في الملاعب كل هذا باش يعرفوا من خلال الدول هذا أنها فيه شعب مطالب بالحرية ويسترجع سيادة الوطنية يقولوا استرجع أننا كانت عندنا سيادة واسترجعنا سيادة نعم كل هذا استراتيجية جبهة التحرير الوطنية نعم أستاذنا كيف تأسست الفرقة الفنية كما قال الأستاذ كريم هو كانت كناستراتيجية على مستوى الثورة كلها القيادة الثورية التي كانت تسطر هذه الأشياء الرجال التي كانوا فيها وبالتالي آمروا ناس الذين كانوا يعني ينتميوا للثورة الفنانين الفنان كانوا واحد من الشعب الرياضي كانوا واحد من الشعب لعبين دوليين كانوا كما رشيد مخلوفي كما تقادر مع زوزة هذين الناس كانوا يلعبون في الخارج وعند فرنسا بعد في فرق تسطر هذه الأشياء أشياء كبيرة والناس هذو لما عاشوا في تونس هربوا من البطش التهنال وكانوا هنا تقتلهم فرنسا وما يظهر عليهم حتى شي الناس شاركوا كله من هو فنان القيادة اللي كان تحت الفرقة المشيقية كان صاحف صحنون هو يقود الفرقة المشيقية كانت الفرقة المسرحية اللي كان في عبد الحالي مرايس كانوا كثير يعني من حميد حمدي هذو كل فنان اللي كانوا موجودين في الله وكانوا يمشيوا يعني في جولة وحدة باش يعرفوا بالجزائر هاي الجزائر اللي كانت تقول فرنسا هذو هذو فرنسا ويين مكاش قال احنا ها الجزائر احنا معناش علاقات بفرنسا احنا هاي لغتنا وها وإعلامنا وها وفننا هاي ثقافتنا وهذه غتنا وهذا اللي التأسست كما قال الأستاذ المحروسة كانت استراتيجي منهم في 58 يعني طلعت الثورة دقري تح طلع بالزاف من تم بدت لغريف على الحوانته ضد ضد فرنسا من تم اللي يعني تأسست الحكومة الموقعة هذاك الوقت بقيادة فرحة عباس يعني الأشياء هذي انطقت في 58 حتى بعد ما قالوا مضينا قضينا على الثورة هذا كوين ظهرت لهم ببرنامج كبير والحمد لله تحت باب جديد للنيضاء من خلال الفن وانتقاف عدد فنانين كانوا التحقون كان بحمل حراشي اللي كان في اشتراك فضيلة زيرية درت السجن معاخدها قوسم محمد العنماري درت السجن باش تعارفي نزيد لك حتى في تونس لما تكون كانوا متفونين فنان هاجيرا بالي هاجيرا بالي متفونة في تونس حسيس الفنان ابن القصف هاجيرا محمد العنماري تم استرجاع يعني لغا باتريمان تعليو كوتو متفون في تونس لأنه كان في الفرقة حسيسا كان فرقة لكن سامحني حسيسا كان مريض كان مريض يعني كان في الفرقة ومات في تونس ذاك الوقت كان مرض السلة هذا اللي سل هي اللي كانت كانت كان ذاك الوقت ما كانش الدوت تحقق مع زوجها في الفرقة ورحت تونس اللي كان هو في الفرقة تعالي ولهذا معناها الفرقة فرقة فلان أنا عرفتهم على أكل يعني في وقت بعد الاستقلال ذاك الناس نقدر نقول لك ما زالوا منهم بلك ربعة ولا خمسة ما زال على قيدة الحياة للمجهور وتحية للأسف ما قدرش يجي نعم كان أصغر فنان في الفرقة الفنية لكن هو خضال جنسية الجزائرية كما تكلمنا قبيلا وزيد مازال مصطفى سحنون كانت تذكر الوقت الفرقة اسمها يعني الوردة البيضة اللي كانت منه الفرقة تسمى بهذه بالتالي كان مازال طهر بن أحمد هذول اللي مازالوا الطهر العاميري مازال يعني مازالوا فنانين على قيدة الحياة لكن اكترهم ماتوا مصطفى كانت تبشد علي كويرات حمد حمدي مع عبد الحالي مرايص كثير الشيخ عباس وخليف احمد هذو دعا كانوا في الفرقة نعم الفنان كان مناضل وكان شهداء والحمد لله كين أحياء لنوجه له تحية الفنان هادي رجب لتعدر لا قدرش يحضر للأسف شديد هو مريض إن شاء الله ربي نعم إن شاء الله ربي شافيه نعم وصح هو مريض يعني نا صديقي كان أصغر فنان كان أصغر فنان في الفرقة كان 13 سنة عمره ذاك الوقتين نعم هو أسلم الكاف وعنا نعرفه على قرب يعني نعرفه صن صديق وكان أسلم الكاف وكان يتيم عنده الآب ولديك هو صديقك أستاذ هو صديقي هو صديقي هو تقريبا 100 سن وعد تقدر تحكينا يعني من 52 عضو أنت عاشرت فنانين وملحينين من الفرقة كثير عاشرت ومنا كثير فيهم تقريبا الناس اللي توفى وكان أحمد وهبي عاشرت وكتير عايش في داره يعني أحمد وهبي من الناس اللي كانوا في الفرقة يعني كثير فناني اللي نحكي لك مثالك مصطفى صحنون كنا نشتغلو كيف كيف الشيخ عباس يعني يعني هو خوخلي في أحمد ثاني كنا نشتغلو كيف كيف يعني كثير رشيد أنا سجت معا كتير أغاني في الإيداء على متوال كان هذا كان على كل حي كان هناك في السجن هارون رشيد خلت في الاستقلال ومما كان كان من الوطنيين حتى النخاع يعني وطني وكان فنان ذلك الوقت يعني كي نحكو على هذا الفنانين كي اللي ما تور بي أرحمهم كي اللي ما زعلوا على قيد الحياة مدوا في مدوا في الثورة زادوا مدوا حتى بالاستقلال سجلوا أغاني داروا أنشيد داروا ملحامات داروا كل شي والحمد لله هذا الضور الفنان الانتراق في الجنب الفني في تليفزيون ولا في الإيداء بعد استرجاع سيادة إيداء والتليفزيون 28 أتوار 2960 كان بفضل هذا الرجال كانوا في فرقة هم اللي قادوا قادوا كل فرقات الفنية والموسيقية في تيفا لا تنشفلهم حتى في صغيرة السبعينات وأواخر سستينات كانوا هم اللي شرفوا على كل هادهم والأستاذ كان معهم يعني إيه وله زيد إحنا كيبوا هم اللي يكونوا الجيل اللي جاء الجيل هذا اللي جاء بعده اللي يرام اليوم شباب بفضل هاد الناس اللي يخلوه المورود وهذا كان الوقت كانوا يسموه العصر الذهبي صح لأن تربوا نصف المشرق حسيسا بلعوينات هؤلاء موسيقيين هذو يشتغلوا معايا كثير هذو كان يسموه ذاك الوقت من الستينات حتى أقول لثمانينات وارواحنا كانوا يسموه العصر الذهبي فالجزائل العصر الذهبي لماذا احنا شهدنا فرقة احنا رخشنا شوي على الموضوع شهدنا كنا نشاهدوا فرقة بوجمية مرزاق الفرقة اللي كانت فيها يعني اللي كان فيها ذاك الوقت يقول حاولي ربعين عوض ذاك الوقت وكلهم بال يعني بالبرتيشون كلهم بال باللباز يعني مدرس يعني كانت لا أكاديمية كانت يعني فرقة أكاديمية كما صح فلناني فيها اللي متوا فيها اللي هجروا فيها لكذا لأننا نحنا كنت نتكلموا عن الثقافة الثقافة هي القاعدة هي لباز تأكل الشعوب يعني ما هوش حتى في الجزائر ولا فيه في أي مكان الثقافة هي القاعدة على الشعوب طورات طورات الجزائري صح صح أشراك نوافقك لما تشوف أنت فرقة معطي باشير الجوق التيعها التلفزيون كبير أنا كان نواغي بلان تشوف بالوقت أكاديمية صح نحن رغمنا نشوف الأفلام الآن اللي كتبهم الأستاذ قاسم بخوش اللي كتب أفلام كثيرة على بن مهيدي وعلى 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 ملحمات رجزاء أستاذ يعني أنا أنا صادقي على كل حال وبالتالي هذه الأشياء قاعدة لو ما يكونش هذا وما يكونش هذا كيفش نعرف تاريخنا كيفش نعرف تقافتنا وكيفش نعرف لازم لأننا الآن كين بلدان جيران ندوا ثقافتنا وسموها بأسماء بهم لأننا تخلينا تخلينا على ثقافتنا يعني بعض الأشياء تخلينا يعني كانت حوادث هذا 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 وبالتالي ثقافة هي ثقافة شعوب هي القاعدة حبنا ولا ما حبناش حتى المفكرين في العالم يقولوا ألفية تالتية هو سراع فكري ثقافي خاصة تاريخي طبعا ألفية تالتة أي ولهذا نشكر الرئيس الجمهورية على يعني الالتفاة الطيبة والمباركة كل مرة نص على اهتمامه البالغ للمحافظة على الذاكرة التي تشمل بما فيها التقافة والتاريخ والطورة وغيرها من الأشبا المحرهانا الوقت الكل يكتب بأقلام جزائرية ليس كما كان في العهد الاستعمار الفرنسي الدمار الغاشم يكتب لأغراض سياسية عسكرية دينية ثقافية واجتماعية لتمسل الهوية وكل اليوم الجزائري في كل ما يدين يجب أن يحط البصمة لحفاظ على الهويت على القيم على التقاف نقدر نقول أن الفرقة الفنية أنا ذاك خلقت لتثبت للعالم أن الجزائر عندها شخصيتها وعندها أصولها وتجردها من الأصول الفرنسية الهدف كان هذا هو لأننا حتى الرياضيين يعتبروا مجاهدين كان رشيد مخلوفي كان كثير كان فرقة 22 واحد فيها لا 24 واحد يعني هذه الرياضيين وقايا كما يقول محترفين سيدي بروفيشونال حتى ذاك الوقت حتى ذاك الوقت الفنانين حتى المصرحيين كانوا كيف أتفعل هناك زوجها جيرا بل المؤلف مسرحية أبناء القصبة لا لا أبناء القصبة لو علم عز الدين ميهوبي عز الدين ميجوبي عز الدين ميجوبي عز الدين ميجوبي أبناء القصبة أنا جتني تأليف ما عنيش فكرة يعني ما نيش متأكد من هي مصرحية 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 طلعت فيم ودروها فيم ونجحت نعم نجحت صدا كبير وتو يعني تقدر تحكين عليها شوية بناء القصبة هي فيلم طوري حاليا نشف لنا يعني كسيناريو لما كانش الفرصة بش يعني نقول لك هذا الفيلم اللي يبت كل في المحافة التورية ومحافة الوطنية فيها خمسة جويلة أو النوفمبر معروفين لهذه الأفلام مثل معركة الجزائر اللي خلاوا بص ما احنا فينا صغار قاعدنا ندخيلوه حتى باش كنا نروحوا لهذه الشوارع من خلال هذه الأفلام محبينا ندخلوه اللي زنفو الله قصبو اللي تشوفيها مأسات الشعب الجزائري كيفاش حالا كيما كيتو الحاريق الحاريق هو رسالة فين اللي الأوضاع اللي كانت عيشها اتنى الحرب العالمية الثانية للشعب الجزائري اللي كان مطالب محمد ديم اللي كانت ناكو يشعاش الحرب العالمية الأولى والتانية كل هذه المأسات لأن الفين عنده رسالة عنده الجلب التقنية عنده الجنب ديكور عنده جنب المصح الأفلام الضورية كيما لدينا معمار العسكرية دورية حولنا نحو الشرقين إلى يومنا هذا حتى عند الشباب بيقولوا أو عليكم اللي قال ما تشوف ما هديك لي تشوف عندنا ما تشوف الطائرات تشوف طائرات صفراء في أونيا وقيل فلسطيني كل هذا من خلال هذا أنا وقيل فلسطيني مجال الجزائري كنتم مستقبلين قد من خلال الأفلام الثورية تأثرتوا على ذوت الأغاني الثورية الجزائرية وعطا لها طبع آخر ليغنيها في فلسطين وإحنا في الملتقى العربي إن شاء الله أستاذ وإحنا كنا نشوفوه هنا الثورة الجزائرية مرت بمراحل لأنه إحنا نشوفو الثورة تأس ست سنين إحنا عشر إحنا عشر ملايين شو هذا اللي ماتوا في الجزائر ما هوش مليون ونص حنا من اللي دخلت في فرنسا عشر ملايين شو أنا كتبتها في أنا كتبتها في أنشودة وطنية عشر ملايين شو هذا وحصل لي شرف أني سمعتها سمعت الأنشودة وهذا يخليك إحنا فرنسا ما ضربت ناشف الثورة وتتحاكمنا مع الثورة راي مية وثلاثة سنة قبله يطرف فينا هذا ما ينصوا لي حتى خطار رئيس الجمهورية يقول إيه قلت عشر ملايين إيه دات أرزاقنا قتلت أولادنا قتلت حرقت بنسبيحة كل ما هو ضد الإنسانية درتهم في مغارة وحرقتهم حتى التجربات النووية اللي كانت ممنوعة جربتها في الجزائري كل ما هو أبشع جرائم حرق الجوتة المشاجد الجواية تحويل الرفات بغير حق وغير قانون شارل موريس شوف كون قولك الرفات لما تشوف المعارك أول مرة تنقلت الرفات كانت رفات من الجزائر من جمقبرة البشوات اللي موجودة تنويات الأمير عبد القادر في شهر بارس 1832 إلى ميناء مارسيليا وأنا عندي حتى الكتابة تحادك كل هذه الجوتة تتاع البشوات والشخصيات الأعيان جزائر كانت مدفونة وموجودة مدية العامة للأمن الوطني الحيوم وتنويات الأمير عبد القادر لغان لسيداجي كانت هذا عبارة في العادة العثمانية على مقبرة البشوات في 1830 قبر المعركة زعاطشما بتحويل الشيخ بوزيان والشيخ درقاوي والابن وغيرها من الرفات تاع المعارك والمقاومات تم تحويل الرفات إلى فرنسا كانوا يديرها حتى في بعض المدافع وكل بدون حق ولا قانون فرنسا عندها ما عملت ترجح ذاكرتي لأسرحية أبناء القصبة هذه عبارة اللي يقولها في كل محافة في كل تيريفيزيونات في كل إدعاء الحمد لله لما قد يستعمار في بلادنا أرجاز المجوز وتكسر العكاس وما يدوم في الواد غير حجاره وصبحت الجزائر حرة ومستقلة هذا هو الشيء المهم لأننا استرجع سيادة المطنية سيادة الوطنية الشباب لازم يفهم لأننا فيه تيارات خارج نحن نعرفوا هذه الأمور نحن ندركوا مليح خاصة في الأبحاث شباب لازم هنا يدركوا ويأخذ موقف ويدافع الأمور كما دافعوا الأجداد أمير عبد القادر الشيخ مقراملين فاطمة مسومر باش اليوم الشيخ المحروسة عنده فيستا وعنده سيارة وعنده أموال وعنده دار وكلش بفضل هذا الرجالي ضحات الأمس لليوم راني انتمتع به لا أنا قلت لهم خطران نحكو فيه ثم الجزائر أنا حتى كتبتها فيها في حد الأنشودة وطنية ثم الجزائر أسطورة ثورة الجزائر أسطورة ما هيش ثورة كما الثورات ثورة أسطورة 130 سنة استعمار 130 سنة حرب جيل يخلف جيل جيل يخلف جيل حتى وين الحمد لله طلع عالم الجزائر في بلادنا صوري لما تخل فرنسا استعمار فرنسي كانت تاني قوة في العالم وعود في الحل في الإطلاف أطلسوا الشباب اللي كانت وقفتهم الدراسة كورفندتوت شهادة ابتدائية راحوا المفاوضات وكل شو كان فيهم بعد باكاتيا عندهم باكالوريا وكلمة صديق بن يحي وكل ش وخرجوا وطردوا فرنسا بالفكر والعبقارية تحوم الاستراتيجية بتنظيم كل هذا الجيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني أنا استرجحت ذاكرتي مسرحية أبناء القصبة ألفها عبد الحميد رايس وعبد الحليم رايس وأخرت واسم بوعلام رايس نعم بوعلام رايس نعم بوعلام رايس وكان صديق يعني أنا كنت شغيرة لكن أنا عرفته على الخرب وكان يشكن في دلوش موران وكان فنان كبير والعب أفلام حتى يخوف يخوف في فرنسا بالشخصية شخصية كبيرة أبو علام رايس نعم ومسرحية أبناء القصبة كان عندها دور كبير وصادة كبير في العالم أنا سبحيني ما كنتش نعرف شكو نكتب أبناء القصبة يكون هو لأن أبو علام رايس كان كاتب وكان ممثل كبير حميد حامدي كلمات صغير كذلك كيف كيف كان ممثل بارع وروحي حتى يحين بن مبروك كان مع الفرقة الأفلان يعني اللي يسموه الأبرانتي كان من فرقة الأفلان يعني كانوا كثير يعني كل هذا كل هذا الرواية أو هذه القصة أو هذا السيناريو اللي يكتبوا يصبح فين بعدك مشهور كان ردا للمؤرخين الفرنسيين مثل إيف كوريال اللي يكتب لبطايدالجي لأنه لما أنتم تشوفوا فين جزائري تورت لأنك تقولي أبناء قسمت كلمة معركة الجزائري طبعا اللي كان يشرف جاك جاك ماسو غيرها بيجار اللي قتلوا في ليلة ثلاثة ربعة سبعة وخمسين محمد العربي بالمهيد اللي كان مسؤول على المنطقة الحرة لازون أوطنوم اللي هاد يخدت صدع عالمي بلانا فيه حتى ليلة غرفة دويجو اللي يخدت وتم تسجيلها في جدو الأمم المتحدة على المعركة الجزائر مهمة بصح فيها رسالة هادو كنعبقاريين عنده شخصية أنه ورد بتاريقته الفنية والسينماتوغرافية لهذا الاستعمال اللي عنده ما ورد في أمور تاريخية اللي كانت فيهم اللي تكرموا حتى الآن مثلا نحن نخلو جانب اللي شاركوا في الطورة اللي أنه شافوا كان حق معهد الجزائرين موريس أودا مثلا فرانس فانون وغير هذي الناس رغم أنه كانت عندهم مسؤولية سندوا القضية فرانس فانون كان في البليدة يعني مسؤول مدير وقدا هو اللي كان محاق عبد الرحمن العزيز هو اللي كان هو اللي دخل جابوا جابوا في شهر رمضان وقدا حتى صبح موقع يمتم وتتفنتم مرغم أنه توفى في الوبيتام ستفى وتفن وابن القصبة يعني وشوفي بفضل هذا الرجل اللي كان جابوا البليدة فرانس فانون حتى سما روح عمار فرانس فانون مكتوب شهد تاعه عمار فرانس فانون بتأذيب تاع فرانس كما موريس أودا كما على كل حال دونك كان بزاف شخصيات سندوا كما تليفزون إيطاليا راي كان حتى صحفيين اللي نقلوا الأحداث الحقيقية تاع 17 ايه 17 اكتبت تعمية واحد وستين بفرنس ببريس رغم أنه أنه أجنبيين بأوروبا سحضروا يمشون مع الحق سندوا تطوروا ومشون على الحق وكتبوا على الحق وموجود للأسف الشديد خلاص الوقت تاع هاد الفقرة ولكن فاصل ونعود ونقول لكم وقبل هاد الفاصل حبيت نشكر الأستاذ نور الدين بنغالي على حضوره ونتأسف لأنه ما يقدرش يواصل معنا هاد الحوار لسبب أشغاله والارتباطات اللي عنده شكرا لك أستاذ وشكرا على المعلومات القيمة اللي فتنا بها وشرفنا حضورك شكرا على الاستاذافة وشكرا كثير تذريك وإحنا كما قال نادتنا الجزائر في أي وقت نجو نادتنا هذه الجلسة من أجل الثورة من أجل تاريخ الثورة لازم نحضروا فيها قبل كل شيء بيشتعر في الشيخ المحروسة هو ابن الاستقلال هادوا اللي عاشوها وعرفوا هاد الرجال كل هاد الرجال اللي هو تكلم عليهم هو عاشرهم من القربة نحف الله ربما نعرفهم البعيد ولا تقربت شوية هادام يقريت عليهم هادا بسح هو هو جيل الماضي هو عاش الطورة شاف لي استعمار هو من عائلة عشوهدا عاشوهدا عشنا قبل الثورة يعني يعرف يدرك أكثر وقتد ما شاء الله على كل حال نشكرك بنتي وإن شاء الله تواصلي هذه المشوار في هذا الميدان وربي نجحك إن شاء الله على كل حال أستاذ أبو بجيل ديزة دايما مفتوحة لكم مرحبا بك شكرا مرحبا بك شكرا أستاذ مشاهدين أفاصل ونعود نرجع لكم بضيف جديد عدنا من جديد مشاهدين لنواصل الحوار الشيق مع ضيوفنا الكرامة وهذه المرة روح حاضر معنا قامة من القامات الإعلامية رأوف بوهالي مرحبا بك أستاذنا معاك مرحبا بك أهلا 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 وسهلا بك أستاذ أستاذنا قبل ما تكون حاضر معنا تحدثنا عن الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني وعن مراحل تلحين النشيد الوطني الآن نحن نتحدثوا عن الإعلام العربي وكيف ساهم في الثورة التحريرية شوفي هم الإعلام والفن مربوطين ببعض ما تقدرش تفصل لهم عن يعني كانوا كان الكل يعني كان العالم العربي كلهم متضامن مع الجزيرة كل واحد كيفاش يقدر يدعمها اللي الفنان من فنه تصور انتي مثلا عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ عنده أغنية عن الجزائر بعنوان فجر الجزائر يعني غنيها هذي غناها في الستينت غناها في حفل كبير وكان حاكم شيكيفارا من يد وأحمد بنبلة رئيس أحمد بنبلة من يد وغناوها وكان مهرجا كبير غناها لما يذكر فيها تنين وعشرين اللي اختطفوهم في الطائرة في الطائرة مجموعة تنين وعشرين فعبد الحليم حافظ ما كانش يغني فقط كان يكتب أيضا في الصحافة اللي يدعم التورة الجزائرية فهذا الدعم كانت قدمته هنا أيضا إداعة صوت العرب من القاهرة كانوا يقدموه الإداعات التونسية العالمين تعالى كانوا يدرسوا وين يدرسوا ييروحوا لتونس ييروحوا للمصر كذلك بيان أول نوفمبر أول مرة بس من صوت العرب في القاهرة في القاهرة نعم أستاذنا يعني الإعلام العربي كان عنده بصمة خاصة في الصورة هكذا نقدر أن نقوله وكذلك وكذلك ما كانت خينة للفضائيات ولا الرقم هناكي مراهي دركة ولا ليغيزو سوسيو إنما دور الإعلام كان مؤثر أكتر بكتير من اللي رغم يرأتروا دركة ليغيزو سوسيو ولا للفضائيات لأن الناس ما عادتش تصدقوا لكن هذا الوقت كان الحماس وكانت حب الوطن فهذا الوقت كانت الناس ملتفة حول الإعلام والسينما من ننسوش دور السينما السينما قامت بالدور كبير في دعم التورة الجزائرية سواء كان فرنسيين اللي دعموا الجزائر من بينهم المخرج روني فوتيي هذا المخرج الكبير يعني يكاد يكون جزائري من أشهر أفلامه شهادات هو اللي نطل شهادات وسجل شهاداته عن شهادات على التعديب اللي تعرضوا له الجزائريين من أشهر أفلامه كيف يكون عندك عشرين سنة ونت عايش في منطقة الأوراس هذا الفيلم اللي لنا عليها جائزة جائزة تقديرية جائزة نقدية عمارة جانكان في سنة ألف وتسعمائة و تسعمائة و تسعمائة و تسعمائة و تسعمائة يعني كائنا فرنسيين هم نفسهم دعموا ونسويش الفيلم متاع الكبير اللي داروا يوسف شاهين فيلم جميلة اللي قامت بدوره البطلة مجلة وليصور التعديب الرهيب اللي تعرضت له المجاهدة عن عربي طول في عمرها جميلة بحرد يعني نقدر نقول أن الفن العربي والأجنبي كذلك ساهم في التورة ساهم كثير لما تقلم الأستاذ كما يعني موش كما اليوم فيه كل فضاءات رغم أن هذا كانت أثر أكثر من خلال صحافة المكتوبة جرائد والرسائل اللي كانت تبعد وموسانا أن تعرف دول أفرو أسيوية في مؤتمر باندانك تاع عام 1955 بأندونيسيا في شهر أفريد والخليج العربي بما فيها ماصر وعدة منهم سندوا القضايا الجزائرية أصدقاء التورة بكل وسائل بكل أسر لما نشأ إلى الإداعة هنا صوت الجزائر تمشي إلى الإداعة بعد تأسيس الإداعة السرية في 16 ديسابر 1956 اللي كان مناضي لها أو مؤسسيها اللي يصبحوا بعد ذلك المالك وزارة التسليح والاتصالات العامة للعبات الظهور الكبير وحتى هما في نفس الوقت ما طلعتش الإداعة السرية هذا كان لازم يجيبوا يعني عتاد جابوه من المغرب وجابوه هنا وجابوه أمور كبيرة باش قدروا يديروا وديروا بعدة تسالات مع أمريكا وجابوه دي بوس دي فريقونس باش دون كانت أنا نظن شيخ المحروسة هذا الوقت كان زمن المعجزات يعني حب الوطن والتحدي تصور أنت فرنسا راحت واخدت كل الإمكانيات التقنية وكل خبراء نحب نهني بالمناسبة تلفزيون الجزائري والإداعة الجزائرية ونحتفلوا بعيد استرجاع السيادة على التلفزيون مهما يكون نحنا قد ما نعملوا قنوات خاصة وفي الإداعات أو في تلفزيونات ستظل التلفزيون تعنا التلفزيون الجزائرية نفتقروا به ونهنيوها بالمناسبة وكيف أنه في 28 أكتوبر يعني شهور قليلة بعد الاستقلال وقف على رجليه وليبت في الأول كان بت باللغة الفرنسية وبعد سرعان ما بدأت تعريب وبدأت دخلنا مرحلة بناء الجزائر كنا في الأول مرحلة الجهاد من أجل تحرير الجزائر وبعد صارنا في مرحلة الإعلام يقوم بدور بناء الجزائر بناء المؤسسات وبناء الإنسان تتقيفه وتعليمه وتنويره فهذه الحاجة هذه كلها يعني الإعلام مهمة محطة مهمة ساهم في البداية قبل التوراة وبعد التوراة أيضا لأن كل هات شباب تقنيين وإعلامين خذوا على عادتهم مسؤولية كبيرة هو الإعلام اللي هي السلطة الرابعة لك القوة الإعلام ومدركة لأن الاستعمال في رمسي كان خذى كل ما هو تكوين ويكونوا خلا إلا كما الثمانية وعشرين أكتب تعمل سيادة إدعاء والتلفزيون قالوا إلا شباب اللي كان في هاداك اللوقت ما عندهم مش مسؤوليات في الارتف هاداك راديو التلفزيون فرنسيز ما عندهم مش مسؤوليات كبيرة رغم من هذا تحداوا كل هذا وتكونوا ومشاوا وما توقفش البت تعال إدعاء والتلفزيون بداية من الصف وفي البناء ومعك باش مشين اللي تنمية والإزدهار اللي رأنا اليوم بفضل هذا التلفزيون العموم الإدعاء اللي فيه قنوات خاصة اللي تعتبر هي تلفزيون الأم ومن خلال هذه يعني هذا لكن أحبيتم نقول حاجة بركبة المناسبة يعني شو فيها دك قاعها دك البناء ودك العمل اللي داره الفنان سواء الفني أو الإعلامي الحمد لله نحن الجزائر ما تنكرتش للناس اللي سندوها يعني روني فوتي هذا المخرج اللي كنا نحكي عليه عاش في الجزائر عاش معزز مكرم في كل مناسبة يكرموها في كله الفنانة مجدى هذي اللي عملت فيلم جميلة بوحرد كرموها لآخر يوم من عمرها وهي تتكرم لدرجة يعني صارت هي جميلة بوحرد الحقيقية أيها هذك الإيطالي اللي غدال فيلم حتى الصحافين اللي تتكرم عمرها ما تنكرت للناس اللي سندوها ولي وقفوا معاه محمد فوزي اللي لحن قسما ضلوا يكرموهم بعد كيما تولوا ويكرموا أخته يكرموا أخته يكرموا عائلته إلى حلم بكر اللي لحننا أونية عيد الكرامة تعالى غير كما عندها الشهور قليلة جابوه للتزائر وكرموه يعني الجزائر فعلا بلد موشناكر للجميل يعني الناس اللي وقفوا معنا أيام التورة وبعد التورة كل ما تجي مناسبا نقدم لهم ورودهم ونقول لهم شكرا على كل ما قدمتوه للجزائر نعم نعود نقول للصحافة يبان الثورة تقدر تحكينا المراحل اللي مرت بها الصحافة شوفي أنا ما كنت عايش فيها نعم بصها لا حسب أنا طيب لإستخلال نعم أستاذ بصها لا حسب الله يبرك عليك نعم أستاذ بصها إنك موسوعة إعلامية تقدر تفيدنا أنا تلميت على أساتذ أكبر كانوا يحكيوا لي يقول لك كيف أنه يعني مثلا خلينا نقول لك على تجربتي أنا أنا وصلت لزمن للصحافة كانت بالبرصص حروف تعرصص وبالأسود والأبيض وكانت الصورة ما يجوا يطلعوها حتى تدريها كده بيش تخرج الصورة العكس دركاء للزمن ولكن المجاهد أنا اشتغلت في المجاهد الأسبوعي المجاهد الأسبوعي هي كانت صوتي يليتسان حال جبهة التحرير الوطني يعني هذه المجلة الرائعة لأسف توقفت يعني المفروض هذه المجلة عمرها ما تتوقف هذه المجلة الرائعة لدعمة تشعر دعمة التورة الجزائرية وكانت لسان الجبهة وكانت بعد الاستقلال تحولت إلى مجلة أسبوعية وأنا كنت نكتب فيها ضليت نكتب فيها سنوات إلى أن توقفت للأسف ولكن هذه من بين الأساتذة اللي كانوا يكتبوا في المجاهد الأسبوعي واللي أسو المجاهد الأسبوعي أن التلمتع لهم وحكاولي على الظروف الصعبة اللي كانوا يعانيوها وكيف كانوا يخدموا كان حب الوطن مش المرتب كان الحب الوطن هو الحافز نعم كان يحفزهم نعم حب الوطن كان يحفزهم بش يزيدوا يبذلوا مجهودات أكثر وزيدوا يثبتوا أن الجزائر قادرة وكانوا يعني يعني يحكيوا لأساتد أكبر لدرجة ممكن واحد يتوفى من عائلته يقول لك لا أنا ما نمشيش حتى بعد ما نأدي الرسالة ونوصلها للقراء وتخرج وتنش يعني توصل للنشر باش نروح جميلة أنا أخدمت في صحافة المكتوبة لا يبقى أخدمت في صحافة وما ما عندكيش هذه المعلومات أبلي شيخ المحروز تعدد صحفة على كل حال هذي الرجال الزعماء الأبطال يبقوا رموز رموز لأنهم قادوا في أوقات صعبة الجزائر وحتى بعد الاستقلال كان نشرف أن نتحكيك معهم قاعدوا بهذيك تحفظ عندهم هذيك طريقة الاكتباء طريقة خاصة وطريقة مميزة وعندهم هذيك تحفظ ويقرأوا كل مسألة ويقرأوا كما يقولوا بالفرنسي أنت خليلين في التحرير في كل شنا كنت يعني أقرب منهم ونشوفك حتى في سيرتكم كيفاش يجوا العمل كيفاش يخرجوا من العمل أنهم مفهمين لأنهم أهم حاجة علمونا علمونا الإنضباط كما كتب علمونا حب الإعلام يعني أنك تكون صحفي محترف والأهم من كل حاجة أنك حب الوطن يعني ما كانش صحفي يدخل الحق للإعلام إلا ويكون يعني مزارع فيه مطاهم بحب الوطن حب الوطن أسبق من مطاهم الآن ما نشكش بلي الجزائرين يحبوا بلادهم أكيد يحبوا بلادهم ولكن هذيك الشحنة اللي كانوا يعطوها لنا ما عادتش موجودة كما كانت مقبل حديثنا كان شيق مشاهدينا ولكن للأسف الوقت داهمنا وبهذا نوجه لك شيخنا شيخ المحروسة كلمة أخيرة نشكركم على حسن الضيافة وعلى الدوا وفي الأخيرة بعبارة شعبية كالعادة وكالعوية شيخ المحروسة عبر كل تليفزيونات كل إدعاة ونقول لك الجزائر زينة الوطن يشاهدوا عليها كل بهدان مهما مرت في العالم الأزمات الجزائر تبقى قبل نور لكل حل الصراعات شكرا أستاذ مدام هنا مقبلين على القمة العربية هذه رسالة إن شاء الله إن شاء الله نخرجه بحوصلة كل هذا في خدمة الشعوب العربية إن شاء الله أستاذ قصرتنا كانت تقصيرة ولكن الحمد لله أستاذ استفدنا منك كثير وتعرفنا على الصحفة اللي كانت إبان الثورة ماذا تقدر تقول لنا؟ لا أنا أول حاجة أنا جاء قناة جيل دي زد وهي تنطلق انطلاقتها الأولى وشرف لي أن نحضر لنا هذه الانطلاقة هذه ولكم بروكا عليكم القناة وإن شاء الله سنين دايما إن شاء الله ونهني أيضا الإعلاميين الجزائريين اللي غير كيما احتفلوا بعيد الإعلام وإن شاء الله يعني خير خلف لي خير سلف يعني اللي قبل مننا الدول اللي عليهم والخير إن شاء الله في الجيل اللي جاي إن شاء الله نشوفهم ديما يقدموا حاجة مليحة للجزائر فأنا نشكركم ونقولوا تحية الجزائر وكل عام وحنا بخير والجزائر بخير والوطن العربي كله بخير والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا رب إن شاء الله مشاهدين وبهذا نكون وصلنا لنهاية عددنا الخاصة من الفاتح نوفمبر لإحياء الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية نشكر ضيوفنا على حضورهم وعلى المعلومات القيمة اللي فادونا بها وكذلك نشكر ضيفنا الأول نور الدين بن غالي شكرا لكم أساتدتنا كما أشكر الفريق التقني اللي كان حاضر معي ولي سهم في إنجاح هذا العدد وشكر خاص وموصول لفندق باي دياب المتواجد بباب الصور على حسن الاستضافة مشاهدين مبقى لغنق لكم دامت الجزائر حرة مستقلة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة